غذاء المواطن ودخله سلسلة تقود إلى عديد الإجراءات المسؤولة عنها الجهات النقدية والمالية والاقتصادية الآن تعطل أي جزء من هذه السلسلة قد يضر بالسوق التجارية أو يسهم في إثقال كهل المواطن بأعباء إضافية وهو ما حدث خلال الأشهر الماضية مع حالة الجمود التي سبقت إعلان المركزي عن ضوابط النقد الأجنبي التي تنظم كل شيء في ليبيا خدمي وتجاري وصناعي وحتى الشخصي هذا الجمود أثر في أسعار البضائع التي ارتفعت في السوق بشكل واضح وسط مخاوف من ارتفاعها أكثر بظل استمرار ارتفاع الصرف في السوق الموازية ومخاوف التجار من عدم نجاعة قرارات المصرف المركزي حكوميا توضح وزارة الاقتصاد والتجارة أن أجراءاتها حاضرات على الأرض وهي لا تغفل عما يجري من تأثيرات انخفاض قيمة الدينار مقابل سلة العملات فيقول الوزير محمد الحويج إن الدراسات الدولية توضح أن 40% من الليبيين قد دخلوا تحت خط الفقر جراء ما يجري من تقلبات السياسات النقدية والمالية في البلاد إلى أن الحويج قال أن وزارته تباشر جراءاتها في مراقبة الأسعار بحيث لا تزيد عن الربح القانوني للتجار معلنا تشكيل لجان قانونية لضبط الوضع بالتفاهم مع الجهات الضبطية وحول الاستعدادات لشهر رمضان يؤكد الحويج في تصريحاته للأحرار أن البضائع في طريقها إلى البلاد ولن تجهد السوق أي شح خلال الشهر المبارك شأنه شأن العام الماضي مشيرا إلى أن وزارته لديها متابعة لحركة السوق وتجار الجملة والصناع والمنتجين بتجانس تام مع السياسات النقدية في إشارة إلى مصر في ليبيا المركزي بهدف وضع مرونة لضمان استيراد البضائع على اختلافها شكرا